للمزيد حول جولة الدكتور مصطفى مدبولي في مدينة السادس من أكتوبر يحدثنا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين اليوم جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هذه الجولة التي شملت عدة أماكن في مدينة السادس من أكتوبر ومدينة السادس من أكتوبر الجديدة بدأت الجولة صباح اليوم بزيارة مدينة بديا التي تم إنشاؤها في وسط صحراء مدينة 6 أكتوبر الجديدة هذه المدينة التي تجمع عدد كبير من الوحدات السكنية المختلفة إما الوحدات الأهلية أو حتى الوحدات الخاصة هذه المدينة بالفعل كما تحدث الدكتور مصاف المدبولي عنها هي مدينة شاملة متكاملة وأشاد بفكرة تطوير وزيادة الإنشاءات المختلفة في الصحراء المصرية وزيادة عدد الأماكن للتسهيل أيضا التقليل من فكرة الأماكن الصحراوية وزيادة البناء في الأماكن والمدن الجديدة المختلفة هذه أيضا المدينة تشمل أكاديمية خاصة للتدريب وهي أكاديمية أيضا تم افتاحها اليوم أكاديمية Ride to Dream هذه الأكاديمية هي فرصة للنشء الجديد والأطفال الصغار للتدريب والتأهيل على كرة القدم وهي فرصة للتطوير للماذج كثيرة يعني يسعى لها الأطفال وينظر إليها الأطفال بالطبع النموذج الأهم هو اللاعب المصري الكبير محمد صلاح لذلك بعد هذا الفتاح الخاص بيئة الأكاديمية وأشهدته بيئة الأكاديمية والفرصة لسد الفجوة بين اللاعب المصري واللاعب الأجنبي وأيضا تبادل المهارات المختلفة توجه بعد ذلك الدكتور مصطفى مدبولي للقرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر توجه بعد ذلك داخل هذه المدينة لعدد من الشركات من أهمها بالطبع شركات الاتصالات وشركات الاتصالات بالطبع يعني لها دور كبير بوجود الدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات والذي تحدث عن آخر الطورات في هذه الشركات شركات خاصة تم المرور عليها والتأكد من استخدام الوسائل الحديثة والجيل الرابع وأيضا تطوير وسائل الاتصالات والشبكات في جمهورية مصر العربية وأيضا ذهب بعد ذلك لي أيضا بعض الشركات الخاصة بالتطور الخاص بالسيارات وشركات التعهيد مثل شركة سايتك وفاليو وهي أيضا شركات خاصة بالتعهيد أي التعامل مع فكرة تطوير الأشياء الخاصة بالسيارات مثل أماكن كيفية صفاف السيارات والتكنولوجيا الجديدة في الصف الخاص بالسيارات حيث أن تصطف السيارات بنفسها واستيراد هذه التكنولوجيا اللي يتم توطين صناعاتها هنا في مصر أيضا بالإضافة لذلك بداية تكنولوجيا بشكل عام والنظام الخاص بالقيادة في السيارات وعدد كبير آخر من التكنولوجيات المختلفة داخل القرية الذكية هنا بمدينة 6 أكتوبر ترجمة نانسي قنقر